الفقرة الصيبة كل سنة حالك طيب كل اللحظة حضرتك طيبة الله أكرم أدرككم معودنا في فقرة دي من ابتديها بالصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رفع نباده الحرجة والمشقة وأمر بإعطائكم الذي حق حق وأن يؤدى إليه بكل أمانة ودقة والصلاة والسلام على الذي من نوره أضاءت جبال مكة يا سيدي ولي الفخار بسيدي فاشفع لنا يا عظيم الجاه قد جئت بابك سيدي ومكثت أدعو الله دون ترددي فعلمت أني في أعز سعادة وبأن كل الخير أصبح في يدي أنا لست أخشى الفقر في دنيا الورى فخزائن الرحمن لما تنفدي أنا لست أخشى في ظلامة ظالم أنا لست أخشى في عداوة معتدي أنا لست أخشى ذلة أو ذلة خير البرايا شافعي ومؤيدي أنا لست أخشى الضيم في دنيا الورى وأنا الحبيب لآل بيت محمدي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النوري وأهله صلى الله عليه وسلم دكتورنا إحنا في شهر عظيم والحسنات فيه إن شاء الله مضعفة رب تتقبل يا رب من الناس طاعتهم وعباداتهم بس أحيانا كده يعني هكلم عن نفسي كستات الست بتقضي يومها كله في المطبخ بتبقى يعني يا دوب بتلحق تجري تصلي الفرد عشان تلحق تدخل المطبخ تاني يعني هل ربنا يعني حيدي سواب يعني غيري مثلا زي مثلا زوجي أو كده بقى طول النهار المصحفه قدامه يصلي ويقضي يقرأ قرآن ويختم مرة واثنين وتلاتة وانا مثلا يا رب بالعافية اختم مرة واحدة قرآن الكريم وزي وانتو يعني بيبقى يعني زي وانتو بخطف كده الفرد علشان ألحق تاني أفر المطبخ هل ربنا يعني هزعلم مني إن أنا مش بختنم الفرصة طب يسعى ليه سبحانه وتعالي بالعكس ده انت كل اللحظة انت بتقضيها في المطبخ صدق صدق ازاي ماذا حضيك بقص شر بصل وبعمل محش ليه عشان يعني نص يعني انت بتطعميهم كل لقمة هم بيأكلوها صدق ايه ده والله عظيم اه والله لا ما هو ده غاز من عين أنا أصنا أم لا ده وجبي مبارا حتى اللقمة تضعوها في فم زوجتك أو انت حضرك بتعمليها في فم زوجك بتطعميه والله صدق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا كده حتى الرجل مش الرجل واجب علي ان يطعم أولاده ويطعم زوجته طبعا كل لقمة هو بيأكلها لها من حلال صدق يعني بناخد عليها السواب أولله صدق بن عمد رب الأرض والسلامات سبحانه وتعالى ده حتى يعني السادة العلماء علمونا في الأزهر الشريف علمونا إيه بقى حتى الرجل لما بيجمع زوجته صدق يا سبحان الله وقال له يا رسول الله أليها بها أجر قال نعم قال إزاي يا رسول الله قال أرأيت إن وضعتها في حرام أكان لك بها وزر قال له نعم قال إذن لك بها أجر شوف دننا العظيم يا أصلا نشوة دننا الكريم شوف رب العباد سبحانه وتعالى الرحيم لا أوداري أنت تعبانة قد إيه سبحانه وتعالى يعلم أنت وقفة في المطبخ ليه يعلم أنت رحة يمين وشمال ومش عارفة تتلمى على بعضك ليه وبجري يا أهل حسن الحق بسرعة ده أقرب يدن الأدام عايزة الصلطة ده ننسي تعمل الصلطة كل ده مكتوب لك عند رب العباد سبحانه وتعالى ده ده من أعظم الأبواب الجميلة جدا 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 وادع للمحبة تمام أولا بس كده يعني أنا في شهر جميل اللي هو شهر رمضان رمضان الرائع ده اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا فيه الصيام تمام بس أي نوع من الصيام الصيام نوع واحد نوع واحد لا يعني أن أنا أصوم طبعا عن الطعام والشراب وأصوم عن أي فعل يغض بالله جميل طيب الصيام تلت أنواع تلت أنواع تلت أنواع في صيام العوام كله زي بعضه أنا إيه ما باكلش ولا شر من الفجر لحد المغرب ده اسمه صيام إيه العوام تمام في صيام الفي آي بي صيام في آي بي الخواص أي بيصوم الصيام الأولاني مع العوام وفي نفس الوقت جوارحه بتصوم لسانه صايم عينيه صايمة أذنه صايمة إيديه صايمة رجليه صايمة ما بيبشيش الحرام ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا تلت نوع من أنواع الصيام الفيري سبيشيال بقى في آي بي خواص الخواص خواص الخواص آه ده بقى الناس اللي بتصوم قلوبها طب لأ ده نتكلم فيه شوية بس يعني أنا نسيت أقول لحضراتكم إن إحنا يعني إن شاء الله أحيانا كده هنفتح تليفونات اللي عنده أي استفسار يخص استفسار يخص نبض الحياة والاستثمار مع الله من خلال نبض الحياة يعني عايز تفسر مثلا لو معاك مبلغ صغير تتبرع بي هل هيقبله التبرع عن المساعدة لو عايز تروح معاهم أماكن لها علاقة بالمناحي الخير اللي بيعملوه عشان تحضر بنفسك لو سؤال مثلا عن إن أنت عايز تتطوع وتخدم في نبض الحياة يعني أي حاجة ليها علاقة بنبض الحياة أو ليها علاقة بالصدقات فأنا يعني بعد إذن طبعا مؤسسة نبض الحياة هنستقبل أسئلة واستفسارات حضراتكم فيها ومعنا دلوقتي التليفون برضو هبة صح أهلا إزايك يا هبة الحمد لله خير أنا كنت عندي سؤال فضلي دكتور مصطفة مع حضرتك فضلي إزاي حضرتك يا بنا يجبر خاطرك يا رب أنا كنت عارفة بقى إن الشياطين في رمضان متتسلسلة طب إيه اللي بيخلينا نعمل الزنوب دي يعني أنا مثلا برتكب زنب بيبقى فها بإيه صح سؤال جميل جدا ماشي يا هبة هنجاوبك إن شاء الله وربنا يا حبيبتي يغفر لك أي زنب تعمليه ويتقبل طاعتك سؤال حلو قوي من هبة جدا بتقول أنا في رمضان عارفة إن الشياطين بتسلسل أو ربنا يعني بيغلها طب الناس اللي بتعمل الزنوب في رمضان حتى لو من غير قصد هبترتكب زنوب خلاص طب الشيطان دي بقى بيتفكز زي لا الشيطان ما بيتفكش لا ده النفس بقى هنا النفس النفس هي اللي أمرها بالسوق الشيطان بيقعد 11 شهر يفضل يشحم فيك يشحم فيك يشحم فيك لأنه عارف إنه هيجي عليه شهر رمضان أجازة آه وهيسلسل ويصفض فهو عمال يشحم في نفسك يشحم في نفسك يشحم في نفسك يبقى قعد كده في رمضان وحطت رجل على رجل ونفسك الأمرها بالسوق هي اللي بتسوقك عشان كده نقول دايما إن جهاد النفس أعظم جهاد جهاد النفس جديد جدا نفس ناشوه مش أي حد يقدر عليه كنا بنسمع إحنا في فكر جهاد النفس دي فانا نستقلها يعني إيه نفس جهاد النفس يعني لا بالعكس ربنا سبحانه دا حاجة عظيمة جدا ربنا سبحانه وتعالى قال يعني قد أفلحة من زكاها وقد خاب من دا الساعة لا أنت زكي نفسك اصلح من نفسك نفسك الأمرها بالسوق يعني هل نفسي ممكن تدرني نفس درر الشيطان ليا دا شد دا إن كده الشيطاني كان ايه ضعيفة ضعيفة شوفوا بقى لا دا في ناس بالصلاة على سيدنا ما عليش يعني بالصلاة على سيدنا بتخطط وترتب أسادزة في الترتيب أسادزة في التخطيط للشر تمام وللوقوع في المعصية لا إله إلا الله بس ربنا يعافينا يا رب لا رب الله كل إنسان فينا لازمة يا أستاذ نشوة يغالب نفسه وخالف النفسة وشيطانا وعصيهما وإن هم محضاكا نصح فاتهمي لا دايما نفسك شوفوا تتوقل إيه ويعمل العكس خليك دايما الجهد نفسك حضيرك أنت عملت طب معنا تريفون برضو تاني هبة ألو ألو سلمة سلمة أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً وإنتي طيبة حبيبتي تفضلي رمضان كريم الله أكرم عليك أنا بس فيه تفضلي تفضلي فضلي يعني لسه لما نجي بني نقول ربنا خفر لنا وكفر لنا لا الصوتي حبيبتي بيقطع معلش ممكن كده حل لما نجي نجري بنقول ربنا خفر لنا وكفر عن طيائقين فضليش هي السيئة هي الزم ولا فيه خسر دكتور حجاو بتقول حقيقتك بتقول هي السيئة تختلف عن الزم آه يا أصدقى في الدعاء آه أصدقى في الدعاء هل دايماً بنيدعو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ربنا اغفر لنا زنوبنا وكفر عننا سيئاتنا طب ما حد ممكن زي ما لأستاذ سلمة بتسأل كده إن هل الزم هو سيئة لا يا أستاذ ناشو الزم بغير سيئة أو الله إزاي فقا ده حاجة وده حاجة تانية طب ده سلمة كتر خيرك هم بتعرفيني أنا معلومات والله أنا فاكرة ده حاجة وده حاجة تانية احنا بندعو ربنا سبحانه وتعالى وقال ربنا اغفر لنا ذنوبنا الزم ما يكونه في حق الله ما صليتش ده زم بس في حق مين في حق الله عز وجل ما زكتش ده في حق الله عز وجل يبدو ما تسميه ذم كل ما يتصل بالله عز وجل اسمه ذم تمام إنما اللي يتصل بالخلق سيئة إن أنا أنم الله ينور على حضرتك ده في سيرة حد أشتم حد الشتيمة الشتيمة أشتم حد أسب حد أو أقع بين حد دي اسمها إيه بقى سيئة يبقى الزم بمتصل دايما فيما بينك وبين الله وبين ربنا سبحانه وتعالى فعشان كده بتدعيه بتقول إيه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللي هي السيئات اللي احنا عملناها في حق مين في حق العباد في حق العباد عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قولي يا عبادية الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا ما قالش السيئات أيوة إن الله يغفر الظنوب جميعا لأن ربنا بيسامح في اللي проблема سبحانه وتعالى شوفوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا يسمح في حقه أو الله لقد ما يسمحناش لو أخطأنا الحد من عباده لا ما هو ده حق مين بقى؟ ده حق عبد بقى الأستاذة نشوة يعني معالش بيجيب في سيرة حد أو أنا بيجيب في سيرة حد أو كده لازمة للحد ده هو اللي يسمحني يا إما بقى ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي الزنب دوت بعمل عظيم إن أنا أتقرد لربنا سبحانه وتعالى طيب نتكلم بقى شوية عن الخير اللي ممكن يساعدنا في محو السيئات مش في حاجة يعني حديث أعتقد أو حكمة أنا مش عارف الحسنات يذهبنا السيئات دي أية قرآنية أية قرآنية يا بركة الله كلام ربنا سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله إن الحسنات يذهبنا السيئات شوف يذهبنا إيه يذهبنا السيئات مش الزنوب شوف قال لصد سلم العسل دي يعني فتحت لنا يا سبحان الله فتحت لنا بجال جميل جدا طيب لو أنا عايزة دلوقتي أعمل باب من أبواب الخير اللي يا رب إن شاء الله يقبله ويمحوا به سيئات يا رب فاخترت مثلا آبار مطروح الله ودي يعني يعني أنا بساعد الناس إنها تحية لأن من غير الميا من غير ما يشربه وحيموته والزرع حيموت والطير حيموت والحيوان حيموت فعايزة فضل مساهمتي بالصدقة اللي هتطلعه إن شاء الله والذكاء اللي هتطلعه إن شاء الله في رمضان إن أنا أودي لمثلا آبار مطروح ممكن نشوف تقرير ونرجع نتكلم نفضل نشوف تقرير بعد إذا حالكم ونرجع على طول يا سلامة ما نبجمع على فعل الخير اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والسلج والبرد دايماً في كل دعاءنا بنذكر الماء لأن الماء هي مصدر الحياة مصدر النظافة مش نظافة شخصية بس ولا نظافة مادية بس حتى ممكن تكون نظافة معنوية نظاف قلبك من حب المال من البخل من الشح من القراهية من البغضاء من كل شيء يعيب عليك إنك تكون إنسان بحق زي ما حضراتكم شايفين البير اللي أنا بكلم قدامها ديت ساعدت ناس كتير هنا كانوا في أشد الاحتياج لقطرات المية اللي بتنزل من عنده ربنا سبحانه وتعالى علشان يشربوا منها أو يغسلوا الغسيل اللي ورايا ده كل حاجة هنا معتمدة على المية الحيوانات الطيور الشجر كل شيء هنا معتمدة على المية محتزين بيار ياما وياما يعني ده البيع عايزين كل بيت اللي بير ولا بيرين ولا ثلاثة متشكرين وزام الله خير ونحن محتاجين بيار تانية والعزبة زي ما انتوا شايفين ومحتاجة بيار وما فيش بيار ياما كل واحد عنده بير وفي في حوشين تانية ما عنداش بيار وطبعا نشكر صاحب هذا البير زال الله خير وقال له الرسالة واصلت يعني ومحتاجين بيار كل اللي على حضرتك دلوقتي انك تكون انسان فاعل وحيوي ومؤسر في حياة ناس كتيرة جدا 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 ويبقى لك بصمة واثر وما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى قال اننا نحن نحيي الموتة ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء احصيناه في امام مبين اوعى تتأخر وخليك انسان نبيل وساهم معانا في حملة سوقيا الماء من كل اللي انت بتحبه مع كل انسان مع كل انسان بيحتاج للمية مع كل انسان عدشان وانتظر مغفرة الرحيم الرحمن يعني عايزة اعرف بقى فضل التبرع او التصدق في حاجة زي اللي احنا شايفانها دي الناس يعني الشيخ العظيم ابونا اللي كان قاعد بقتي بيقول يعني اقل بيت عايز بيرين وثلاثة لان البيت ما بيبقاش فيه زوج وزوجة مثلا وطفلين ايوا لا ده ما شاء الله بيبقى فيه يعني عائلة ربنا يعني مارك لهم ممكن تبقى اتنشر تلتاشر فرد مثلا ايوا اقدر انا يعني جنب عباداتي في رمضان عشان استفينت على قد ما اقدر يبقى الشهري ده شهر منح وبزل اكتر مش بس في طقتي كسيام او ككده ابزل المال كمان عشان اخد اجر مضاعف وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان الله بس هو في العموم يعني جايد طول السنة جايد بس كان اجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم واحب حجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سقي الماء ايوا بدلل ما سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه رحله وقال له يا رسول الله أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم وعليك بسقي الماء فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحب بسقي الماء فأنا واخد ماشي وماشي بالقعدة الفقهية دي اللي بتقول حبيبه حبيبي حبيبي فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحب المية فأنا كمان بيحب المية أنا مرتبط ارتباط وسيط جدا بالمية ولما نتكلم يا سيدنا نشو عم تروح طبعا الأزهان هتروح لفين بقى للقبيض صح لا احنا مشتغلش في الاماكن ديت احنا بنبعد عما تروح نفسها بحوالي 230 كيلو متر بلد اه بنشتغل في 3 اماكن في سيدي براني والنجيلة والمثاني 3 اماكن يا جماعة محتاجين والله يا وصلنا نشوك انا وصلت الهضبة ليبيا لحد ليبيا اول الله وفتتحنا قبر هناك بفضل الله عز وجل لناس يمكن كانوا نسي يعني كانوا فاكرين ان هم نفسهم منسيين ابدا والله هم مش منسيين ربنا سبحانه وتعالى فاكرهم وقل لحضرتك حاجة عظيمة جدا تفرحك دايما بقول للسادة المشاهدين في رمضان اغتنموا كل لحظة في رمضان رمضان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنه بيقول رمضان سوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر اشوف انت بقى انت عايز تشتري ايه عاوز تشتري عفو ربنا سبحانه وتعالى عاوز تشتري قرم ربنا سبحانه وتعالى قدم قربان لله عز وجل تقرب لربنا بحاجة بيحبها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف دكتور انا كمان فكرت في ايه ان احنا لو ابتدنا من دلوقتي اللي عنده حد متوفي يشله في الحصالة كأنه بيفطر معاه هيفطر بعشرين جنيه بثلاثين جنيه بخمسين طب نطلع فاصل طب نطلع فاصل وارجع اقول لكم الفكرة اللي جات في دماغي وانا قاعدة مع مولانا دلوقتي نشوف فاصل ونرجع الفكرة اللي جات لي ويا رب يا رب يعني تقلدوها معايا وانا ان شاء الله هعملها كده برضو لابويا بازن الله ان لو لينا حد متوفي بنعمل ايه هتخيل ان ابويا بيفطر معايا كل يوم فانا هعزم ابويا على الفطار بمبلغ كذا اول يوم وتاني يوم وتالت يوم اعدي مثلا اسبوعين ثلاثة وحتصل بنبض الحياة واقول لهم المبلغ ده انا عايزة اساهم بي فاي حالة وانتوا عايزينها عندنا هو ابيار مطروح بس يعني لو انا هتسألوني انا معلش وقف النخيل لان وقف النخيل هيصرف على كل اولوم الرياء بتاع وقف النخيل حطيلي حبة هنا وحبة هنا وحبة هنا فبقى صرفت على كل ويبقى ده مشاركة مني اولا افرح ابويا الله يرحمه يحسن اليه وفي نفس الوقت اخد سواب ان انا اكتهت وان انا بزلت وربنا يضعف لي ان شاء الله في رمضان الحسنات اللي انا هعملها دي ويضعف لابويا كمان ايه رأي حضرتك ده فكرة ممتازة جدا 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 ورائعة يعني هناك فيما تروح اوستاني نشوأ انا ما بروح هناك هناك الناس عارفوا بتضعيفنا بايه بمية السماء الله والله يبقى خارج كده مية جميلة جدا والله يخلق قولك اشرب مية السماء اشرب الغيث ده غيث ربنا سبحانه وتعالى والله تشربها اطعم من اي مية انا دقتها في حياتي الله بجد والله يعني طعمة جدا 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 شوقتني والله انا اجي مرة معكم ورائعة ان شاء الله تشرفينا بإذن الله ورائعة جدا حتى يعمل لنا الشاي يجيوا ليه اتفضلوا ده شاي بمية الغيث والله يبقى عنده حاجة عظيمة جدا لو قدمتينه ازازة مية معدنية ولا شربة البير ديت والله العظيم يقول لا انا اشرب من البير مش عايز المية المعدنية دي خالص ده مية السماء دي شفا والله يقولها كده شفا من عند ربنا سبحانه وتعالى طب احنا معنا مونة نشوفها عايزة ايه يا منوشة عليك السلام ورحمة الله وبركاته ازاي الله يسحيبك يا حبيبتي اتفضلي انا كنت عايزة بس اعرف انا بطلع فضاكات بشيفة مستمرة بس هل الصدقة في رمضان لها يعني سوارب اكبر او ايه الفرق بين ايام العادية ورمضان حاضر يا حبيبتي حنقولك دكتورنا حيقولك شرفتين الله اكبر اتفضل شفت ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الصدقة طول العام جميلة جدا ولكن في رمضان لها ميزة يعني خاصة بها اه ايه بقى الميزة الخاصة بالصدقة في رمضان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان النفل في رمضان يسوي فريضة النفل النافلة تسوي فريضة تسوي فريضة لو صليت ركعتين سنة كانك صليت ظهر الله لو صليت ركعتين سنة كانك صليت عصر دي في رمضان فرمضان بس تمام الفريضة فيه بتسوي سبعين فريض في مسواها والنافلة فيه بتسوي فريض الله ممكن بقى والله يضعف لمن يشاء حنا من حدهش يا رب والله سبحانه وتعالى يضعف لمن يشاء اهو رمضان ده اجتمع له ايه يا سيدة النشوى شرف الزمان ان ربنا سبحانه وتعالى كرم الشهر ده كرم شهر رمضان أن تكون قريب من ربنا فيه ولسه بنقول من شوية أن السيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان بيتحرع الوقت الجميل دوت اللي احنا كلنا فيه قريبين من رب العباد سبحانه وتعالى طب احنا في رمضان ده استكمالا للكلام احنا فيه صيام ولا فيه صوم ايه بقى الفرق احنا اتحكد حتى اخبطني صيام ولا صوم ما هو الصيام هو الصوم لا صيام غير الصوم ايه بقى دايما نقول ايه يا ايها الذين امانوا كتب عليكم الصيام في القرآن مالش كتب عليكم الصوم كتب عليكم الصيام دايما تلاقي كلمة الصيام في العبادات اما الصوم جاية من الصمت من الصمت انا بصوم في رمضان عشان اوصل للصوم في اخر رمضان رمضان ده دورة تدريبية انا بضرب نفسي يا سيدا نشوة على الصيام عشان اوصل للصوم ان اجي في اخر رمضان ويكون من الصوامين طب هقول لك حاجة اتفضل مبارح وانا بفتر معرفش انا بحب ان اغص على نفسي عشتي ولا ايه فوانا باكل كده قلت يا ربي انا باكل وفي حد ممكن يبقى يعني الحمد لله مفضل الله كنت باكل ايه مبارح كنت عاملة يعني هتت اللحمة كده وكنت عاملة كمان بطاية كده للعيال فانا عاملة نوعين فوانا باكل قلت انا عاملة صنفين لحوم وفيه ناس تانية نفسها في معلقة يعني ايه كشر يبقى الصفر وانا عارفة ان عندكم في الجمعية ما شاء الله ربنا يكرمكم يا رب فيه قرار ان يبقى على الاقل على الاقل خمسين الف صايم يفطر ان شاء الله والكارتونة بتاعت رمضان بتاعتكم ما شاء الله فيها من خيرات الله وفيها كمان يعني رز وحدس وفيها كل حاجة فيعني لو صديقتي اللي اتصلت يعني قلنا لها طب حطي الصدقات بتاعتك في كارتونة رمضان لاني لسه رمضان طويل فيه تلاتين يوم تسعة وعشرين يوم في رمضان احنا لسه قدامنا كتير والجماعية لسه بتقبل التبرعات خصيصا لكارتونة رمضان طب ممكن نشوف تقرير ونرجع نتكلم نشوف تقرير ونرجع بإذن الله كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر منظام معظم النهاردة أولى حملات برنامج وات عمون الطعام البنامج ده مقسم لثلاث مراحل أولى مرحلة خمساشة ألف كارتونة اللي النهاردة بيتم تعبئتها وإرسالها لأهلينا مرحلة الثانية إن شاء الله عشرين ألف كارتونة مرحلة الثالثة خمساشة ألف كارتونة هدفنا إن شاء الله نوصل في العيد لخمسين ألف أسرة مصرية الكارتونة الوحدة فيها 13 صنف 13 صنف دولا ميكافوا أسرة مصرية لمدة أسبوعين أسرة مكوانة من أربع أفراط أب و أم و طفلين بنحاول زي ما تعودنا معكم كل سنة إن إحنا نعمل التحدي معكم شاركونا التحدي شاركونا إطعام الطعام واتعمونا الطعام مش بس كارتونة رمضان إحنا إن شاء الله هننزل في كرة ونجوع مصر نعمل إطعام نعمل وجبات ونوزحها على القرية كلها إن شاء الله والنجوع مشاكلتكم معنا التحدي بيبقى دافع علينا إن إحنا نكمل المشور إن شاء الله نشوفكم معنا في الحملة التالية يا باش مهندس أم جد يسلاموا لربوك وربنا يكتر من أمثالك وينفع بيك الرجل ده يعني لأنه زكي على الله يعني بيحب الخير وربنا يكريمه هو هدفه إن يوصل لخمسين ألف كارتونة والكارتونة بتكفي أسرة أسرة على الأقل فيها أربع أفراد فأنت كده يعني ما شاء الله واللي عجبني كمان الباش مهندس أم جد بيقول إنه هيبقى كمان فيه قوافل للمدن هيعمل أكل فرش مش أكل مطبوخ لأ هيوزع أكل فرش يعني أنا مش عارف إيه بس بس يعني محتوى كده للوجبة بدل ما تاخدها مستوية جهزة لأ ممكن الست مينات حبها مثلا إيه الفرخة تسلقها في البيت عشان الشربة برضو منعمل منها حاجة يعني شوية ترز شوية تلقية جنب يعني فالله يكرمك يعني أنا بشكر باش مهندس أم جد والله العظيم على كل الخير اللي هو بيقوده يعني وبياخد آلاف مؤلفة معاها من الناس اللي عايزين يمشوا في طريق الله أنا دائما كده 어쨌든 أشوى يعني أنا مرتوب برضو بحملة ويطعمون الطعام الحملة دي حملة عظيمة جدا جدا أريدي من صفات الأبرار اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أسيرين لن أتؤיים ملكم جزاء ولا شكور طب إحنا عارفين يعني ويطعمون الطعام على حبه على حب ربنا سبحانه وتعالى ويطومون الطعام على حبيه مسكينا ويتيما اليتيم كل ما تشوف يتيم والله يبدخل عليه السعادة والسرور تشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله كنت رسح أقول لك والله بشوف قدام سيدنا النبي والله العظيم أنا بقول وما تعرفش الكاراتين دي نبض الحياة نبض الحياة على فكرة مش بتوزع كاراتين كده اللي ماشي فترة أخد لك واحدة لا ده دراسات أنه بيت يستحق يعني مش هبولي كده يلا نوزع وخلاص فأنت هتبقى ضامن الكارتونة اللي انت بتشارك فيها دي ريح المين فين فأماكن أقسم بالله ولا تقدر توصلها يعني مش هتسافر وما تستفلش يعني ما انت تقولي أنا بعمل كاراتين هي وزحة حواليك حضر وناس كلها بتوزح حواليك ففي ناس ما عندهمش لأن منطقتهم كلها محتاجة ما فيهمش مثلا غير واحد ولا اثنين اللي ربنا ميسر لهم فهيوزع على قد ما يقدر كارتونتك اللي انت هتبقى مع مأساس النبض الحياة خليك عندك تمام الصقة انها هتروح لنجوع وكفور انت ما يعني ما فيش مواصلات بتروح له يعني فأنا بقول لكم عشان تبقوا متطمنين والناس دي يعني كانهم أسد على العرين المليم اللي انت بتدفعه وبتحطه لله الناس دي بتخاف عليه أكتر ما بتخاف على فلوسهم بها الشخصية فيعني ربنا يكرمكم وناخد ايدين بعض كلنا في رمضان وده شهر كرم نفرح عباد الله ونسعد عباد الله ونسعد نفسنا ونحوش في الحصالة اوكازيوني يعني هاخد عشر حصالات قبل رمضان أنا باخد ألف دلوقتي فأكوم لأن الميزان يوم القيامة محتاجة كل حسنة والنبي قوح والضياء ورمضان من دلوقتي فكر من دلوقتي فكر وطلع وقبل ما رمضان يخلص وقام طلع زكاتك أنا أسف أنا يعني أنا مقدر أن حضرتك بتحب الخير دايما لا أن أنا حضرتك أنا من بيت فقير يعني طبعا بيت غني الحمد لله ربنا غنينا بس أنا أسرتي مش من الأسر الغنية فأنا أنا وعي اللي أنا بقوله ربنا كرمنا الحمد لله وحطناك منزلة أفضل فأنا حس بالفقرة قوي اللي أنا كنت منهم كرم اللي أنه نقلني حتة تانية بس أنا منساش أصلي ولا أهلي أبوس إيديكم في ناس والله العظيم يعني كباية الرز دي دعوات طيبة ميك والكل اللي حيتبره ده حتى كمان احنا بنجبر خطرهم مع ربنا سبحانه وتعالى جبر خطر مع الله عز وجل لأنهما كانوا يقول لك رمضان هيجي برزقه وفعلا أنت بتحقق عندهم العقيدة واليقيدة خلاص احنا مع ربنا مع ربنا سبحانه وتعالى وأنا بنشر السادة المشاهدين بالله عليكم يعني من أراد أن يرضي يا مولاه فليقدم أخراه على دنياه وليسعب بصدقات قلب سيدنا الرسول الله وليتواصل مع نبض الحياة خمستاشر سبعمية وأربعين ده رقم مؤسسة نبض الحياة خمستاشر سبعمية وأربعين ربنا مستنينا ومش لازم نتلكع بشكر حضراتكم جدا كل لحظة حضرك طيب بشكر حضراتكم جدا جدا واستنوني بكرة على صادر البلد واحد من اثنين لتلاتة السلام عليكم موسيقى